مرحبا بكم مارحان يا مشاهدي ومتابعي تواصل وما زلنا مستمرين وياكم في تواصلنا وتكللت جهود فريقة دعم أصحاب الهمم في مركز اقرأ واستمتع الذي يبادر دائما بتنظيم فعاليات هادفة لا طالما ساهمت في تثقيف وزيادة الوعي لدى أهالي أصحاب الهمم بفوزه بجائزة الشارقة للعمل التطوعي ولتهدف إلى حث وتشجيع كافة المؤسسات لإدخال جوانب العمل التطوعي في برامجها من خلال تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات للمساهمة الفاعلة في العمل التطوعي ونتكلم أكثر المشاهدين عن هذا الفريق وهذه الجائزة من خلال استضافتنا للدكتورة فداء يوسف الكندي رئيس فريق أصحاب الهمم في مركز اقرأ واستمتع أكيد مرحبا بك يا دكتورة وحياتك الله ويانا وقبل ما أبدأ وياك الحوار أكيد الخبر اليوم يعني أثلج صدر جميع أولياء أمور أصحاب الهمم اللي هي حمدان بن محمد يعني الله يحفظها يعتمد منفع مالية جديدة بقيمة 44 مليون درهم تصرف لأصحاب الهمم من مواطني إمارة دبي أكيد وتشمل تكاليف مختلفة ونعرف هي التكاليف تكون عب كبيرة على أولياء الأمور حقيقة أولياء أمور أصحاب الهمم فنبارك للجميع إن شاء الله وأكيد إن شاء الله يكون في كثير من البوادرات التي تهدف أصحاب الهمم بداية قبل ما نبدأ ونتكلم عن الجائزة أكيد عبد الله كانت تبغي الدكتورة تعرف المشاهدين بإقرأ واستمتع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا أكيد يعني اليوم أنا سعيدة جدا بهذا الخبر اللي طلع أصدر بن صاحب من الشيخ حمدان بخصوص دعم أهالي أصحاب الهمم وأصحاب الهمم في إمارة دبي لأنه طبعا أكيد وهم طبعا عليهم كاهالي كبير بالنسبة للكاهالي المادي في العلاج وهذا بأثلة صدورنا كلنا إحنا كاهالي أصحاب الهمم وبداية أعرفكم بنفسي أنا دكتورة رفي ذياب رئيس فريق داعب أهالي أصحاب الهمم في مركز إقرأ واستمتع وأحب دائما أتكلم عن مظلتنا اللي هي دائما ترعانة وصلنا سنين معها وفعلا كان لها اليد الكبيرة أن نحن نفوز بهاي الجائزة مركز إقرأ واستمتع المبادرة هاي بدت في 2014 ومؤسس مبادرة مركز إقرأ واستمتع الأستاذة وداد بشنين رئيس المركز وطبعا إحنا الرئيس الفخلي لمركز الشيخة شمسة بتحشر المكتوم وكانت المبادرة هاي بدت في 2014 وأصبحت في 2016 مع مبادرة الشيخة ليفة طيب الله ثرا أصبح المركز معتمد من مشاريع الشيخة محمد بن راشد ومن الدائرة الاقتصادية حتى يأخذ صفة الرسمية أكثر المركز هذا نحن مش فرقة واحدة فرقة أصحابهم وإنما إحنا عدة فرق عنا فرقة كبار المواطنين وفرقة الأسرة وفرقة المعلم وإحنا أصلا مبادرة تدعي إلى الاهتمام بالقراءة والتجييع على القراءة والثقافة فإحنا استغلنا الأمر من خلال إنشاء هذا الفريق من حوالي ست سنوات اللي هو فريق دعم أهالي أصحاب الهمم اللي هو يهدف إلى التركيز على أهالي أصحاب الهمم ودعم أهالي أصحاب الهمم لأن الأسرة هي أساس العلاج لو أنا بطرش ابني المركز أنا بعد من حقي أعرف كيف أتعامل مع طفلي هذا وأنا طبعا أصلا أم لطفل من أصحاب الهمم أصلا أن المركز الساعات معدودة نعم عاثل بيط أول مقتل فصرنا ست سنوات في هذا المبادرة وعندنا منصة تثقيفية موجودة على اليوتيوب إن شاء الله الأهالي كلها تستفيد منها ونقوم باستضافة العديد من الدكاترة سواء في الإمارات أو خارج الإمارات أو على مستوى عالمي متخصصين في تعديل السلوك في الإسعافات الأولية في الإعاقات المختلفة سواء التوحد سواء الأنجل مان سواء الداون ساندروم سواء الشل الدماغي دائما نحن نركز على الإعاقات الذهنية ونركز أهم شيء أن الأم هي تستفيد الأب يستفيد يعرفون الإعاقة الموجودة عنده ما هي كيف يتعاملوا معها أما أني أرسل ابني للمركز وما أعرف أصلا ابني شو يستوي معاه وقل لا تأخر لا ما تقدم فهذا نحن ما نشجع لي يميل جدا دكتورة وانت قاعدت تكلمين عن هذا الموضوع أنا بارك لكم أكيد أكيد مكرومة من حكومتنا الرشيدة ودائما هي سباقة أكيد في نظر لأبنائها المواطنين بشكل عام وكذلك أصحاب الهمم اللي تم تغييرهم أكيد من معاقيلة أصحاب الهمم بالفعل هم أصحاب الهمم أنا قبل أن أدخل في الجائزة هل أصحاب الهمم يعتبرون تقدرين تقول عنهم هم مرضى هل نقدر نطلق على أصحاب الهمم هم مرضى بالأصل أو هم أصحاب همم فقط يعني بالنسبة لي أنا ما أعتبر أن المريض اللي أنا باهتم فيه هو منذ الصغر بطور من قدرات أن يكون مريض لأنني أنا كل ما أهتمت فيه كل ما أطور الطفل اللي أنت تساعده لابد أن تسوي لتدقل مبكر أكيد بيتحسن وأكيد بيكون يعني مع الدورات ومع التدريبات أكيد بيكون أحسن ويتقل عنده نسبة التأخر الموجود عنده يعني بل مع الاهتمام أنا ما أعتبره مريضا ممكن هم يكون متعود على الروتين معين فيمكن يوم تغيرين هذا الروتين ليحس شوي بصعوبة وتقدرين أنت أكيد هذا الروتين تغيرين من خلال هذه المراكز الموجودة طبعا إحنا في جانب إحنا مع التوحد طبعا إحنا نتوحد إحنا ما نعتبره مرأة بالنسبة لي ما أعتبره الطفل التوحد مريض لأنه هو طفل ذكي ذكي صح سبحان الله أحسن أحسن مع الوقت مع الوقت إن شاء الله بيكون هناك كثير من ونحن طبعا أكيد لدينا ناس عالميين عندهم هم مرشي ومشاء الله يعني هناك كثير من ناس عندهم عقاة متلازمة أو التوحد أو غيرها من العقاة ما شاء الله تميزوا عن الأفراد العاديين في كثير من المجالات هذا يعني نتيجة إسرار ومثابرة وتحمل من أولياء الأمور يعني اللبنة الأساسية مع أصحاب الهمم هم الأسرة إذا الأسرة أهملت الطفل تراجع لعجل هذا نركزنا في مدراتنا على الأسرة نعم نحن نبغي عشان الوقت ما يضاهمنا نتكلم عن الموضوع الأساسي اللي أنتم متواجدين من خلال اليوم عندنا في تواصل وأكيد نبارك لكم محصولكم على هذه الجائزة فأنتي عندج بعض المعلومات تبينتها أن كيف يتهاي الجائزة والله يتهاي الجائزة أن مدير مستاذ وداد بوشتين قالت أنا شايفة أنه ما شاء الله أن الفرق عندي ويد أبدعت وخلال السنوات هاي سويت إنجازات فأنا حابة أتقل فيكم في جائزة الشارقة للتطوع وفعلاً كلنا قدمنا ورفعنا أوراقنا كلها للجائزة الشارقة للتطوع وكانت المفاجأة بأنها تأخرت النتيجة فقلنا خلاص يمكن ما يا دورنا وقبل العيد بحوالي أسبوعين اتفاجأنا أن يزقروننا وأنه فريق دعم هالي أصحاب الهمم حصل على المركز الثاني بالنسبة ل المؤدرات التطوعية فكان المؤسسة الأهلية أنا ما يعني بكينا يعني من الفرحة أنه فعلاً المجهود ما رح سوداء وفعلاً يعني دائماً الأهالي كانوا يشيدوا جداً بالتثقيف اللي نحن نسوي وعلى فكرة من ميزة تثقيفنا اللي نسوي أنه هو أونلاين يعني حتى ما نخلي الأم تتعب أو تترك طفلها اللي في البيت اللي هو محتاجها فدائماً كل شغلنا يكون أونلاين يعني أكثر طبعاً ومع كورونا فكنا وايد يعني بالعكس إحنا تنشطنا أكثر في كورونا أنا كتبقي عرف المبادرة كانت عبارة عن شو الهدف من هذه المبادرة المبادرة أننا نحن تقدمنا بالمنصة مالتنا اللي التثقيفية اللي إحنا تثقيف أهالي أصحاب الهمم تثقيف أصحاب الهمم أهالي أصحاب الهمم من حوالي 6 سنوات إحنا نسوي مبادرات شهرية شهرية كل شهر إحنا عنا دكتور من كل أنحاء العالم فيه تخصص خاص في الأهل يعني الأمة تحتاج تروح بره خلاص تدخل عنا على المنصة واللي حتى ما تحضر إذا كان عندها مشكلة مع طفلها وما قدرت تحضر تدخل على القناة ولتنا وتقدر يعني تراجع اللي إحنا خذنا فإحنا أصلا قروبنا قروب أهالي أصحاب إحنا نركز عليهم فعنا قروب على مستوى الإمارات عنا قروب على مستوى الخليج عنا قروب على مستوى الوطن العربي فإحنا بس مش فائدة فقط في الإمارات لا الحمد لله الكل يستفيد بنا ودائما نركز يعني إحنا نحن دائما نشوف هاي الأم نحاول نفرحها كان عندنا مبادرة كوني متألقة في يومك وهذه المبادرة طبعا إحنا كل سنة نحتفل بعيد الأم لكن السنة هاي كان العيد الأم غير عنا إن إحنا سونا لها مبادرة اسمها كوني متألقة في يومك وكربنا عشرين أم في سوت إنجاز مع ولدها وطبعا كانت مفاجأة يعني إن إحنا نزقرهم هذين كنا نعملينهم دراسة دراسة حالة حالة كل ارتطورة فهي قال كان شعور الأم إنهم قالوا يعني إحنا ما أمر حد كرمنا أو قدرنا فكانت بعد من الأشياء اللي رفعت معلوياتهم أنا عارفة أن الناس اللي عندهم أصحاب الهم وذات الأم هاي يكون عندهم حمل كبير حمل المسؤولية وحملة تخاف رب العالمين إن هذا الطفل ما تبغى تقص فيه ونقول وايد يعني قصص أمهات تتحوله لأمهات ملهمات بسبب طفل من أصحاب الهمم يعني غير حياة أهله وأسرته وبذات الأم 360 درجة نحن شكرين لتشة جزيلة شكر أننا خلاص الوقت دكتورة فداء يوسف الكندي رئيس فريق أصحاب الهمم في مركز إقراء واستمتع وقواكم الله ونبارك لكم مرة ثانية وأكيدها الجهود في ميزان حسناتكم بعد شكرا لتشعة واجتش اليوم معنا